التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي وممثلية مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى شركات في بلجيكا وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين البلجيكيين وممثلية الجهات الحكومية المعنية المختلفة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس أعرب عن ترحيبه بهذا اللقاء الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وبلجيكا مؤكدا حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال وشركات البلجيكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة كما أشهدها رئيس السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية موضحا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس السيسي أكد كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرا في القطاعات التنموية المختلفة إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة بمكونيها الحكومي والشعبي على تحقيق التنمية المستدامة وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات البلجيكية القائمة في مختلف القطاعات من جانبهم أعرب رجال الأعمال البلجيكيون عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين خاصة مع توفر العديد من المجالات والفرص لاستثمارية الواعدة في مصر كما أشهد الحضور من الجانب البلجيكي بالمتابعة الشخصية الحفيثة والدورية لرئيس السيسي للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات البلجيكية في مصر هذا وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع رؤساء وممثلي شركات البلجيكية والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات والتجديد في هذا الصدد على أهمية تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات البلجيكية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادي في مصر ترجمة نانسي قنقر